المخرج باصر الخطيب أهلا وسهلا فيك معنا بفوشيا أهلا وسهلا شرفتونا استاذ باصر رح نبدأ من النهاية فينا نقول مؤخرا انتهت من تصوير فيلم يعتبر التجربة الثالثة مع الفنان دوريد لحام وهي حضرتك صرحت سابقا أنه رح يكون عدة تجارب مشتركة حكينا شوي عن العمل الجديد يعني هو أول شي نحن بعد النجاح الكبير اللي حققته أو حققه فيلم دمشق حلب هيك صار في عنا حماس ورغبة بمتابعة هذا المشروع وهذا التعاون المشترك عملنا فيلم الحكيم اللي مفروض إن شاء الله رح يتم عرضه قريبا وبعدين الأستاذ دوريد هيك كان في عنده قصة من زمان هيك مخبية بين أوراقه طلعنا هالقصة وأريناها ولقينا أنه ممكن تكون مادة لفيلم جديد مختلف تماما عن الشي اللي تقدم بدمشق حلب والحكيم فاشتغلنا على السيناريو كتب السيناريو تليد الخطيب وبالحقيقة ما كتير حكينا عن هذا المشروع يعني أنا عندي رغبة إنه هيك نظل شوية متكتمين عنه يعني ما نحكي كتير تفاصيله بس هو فيلم جديد كتير من ناحية المضمون والفكرة اللي مقدمة التعاون يعني مع الأستاذ دوريد طبعا هذا بعتبره هيك محطة كتير مهمة بحياتي هيك خلاني شوي بعد عن الشي اللي كنت أنا دايما بشتغله بالأعمال المأساوية والتاريخية والتراجدية خلاني هيك روح شوي باتجاه مختلف تماما يمكن يكون هيك قريب للناس أكتر بكل الأحوال يعني منتأمل أنه الفيلمين القادمين هذول كمان يحققوا ونفس النجاح اللي يحققوا دمشق حلب تكرار التجربة مع الأستاذ دوريد مثل ما أنك كان عبارة عن مشروع ولكن هلأ قدام هل رح يكون في أيضا مشاريع جديدة ولا ممكن يكون في اسم جديد عند باصل الخطيب رح يشتغل معه بالدراما الخيارات شوي عم بتكون صعبة لأنه أولا النصوص مع الأسف ما في هي النصوص كل النصوص عم تيجي يعني أولا في ضعف في تكرار ما في هيك مادة أصيلة لواحد بيحس أنه بين إيديه وكله بتحسي عم يتم استنساخه من تجارب أجنبية ما في شي هيك قريب للقلب وحقيقي بتحسي مع ذلك عم نقرأ عم نبحث عم نشوف لعله نقدر نلاقي يعني السيناريو المناسب والشي اللي عم بيصير اليوم يعني بالحقيقة أنا يمكن حكيت فيه من أكثر من 15 سنة أنه رح يجي وقت نحنا رح نتعب من قصة 30 حلقة والجمهور رح يتعب منا ويمكن يتضل هذا الشيء يعني برمضان بس لازم يلتقى بدائل أخرى غير 30 حلقة اليوم الناس عايشة بإيقاع سريع اليوم بدا تشوف شي ما يستغرق منه وقت طويل فمن كمان من 10 سنين يمكن قلت أنه رح يجي وقت الناس تحب تشوف في العشر حلقات والسبع حلقات وهو هذا الشيء اللي عم بيصير فعليا أنه الناس كلها يترايحة على هاي الأعمال المكسفة الموجزة واللي عم بتلاقي رواج لا بأس فيه لما بتنعرض يعني ممكن نشوفك بعوشارية عندك مشكلة بهذا النمط؟ أبدا بالعكس أنا يعني ميلال لأنه أشتغل اليوم ما عاد عندي رغبة بالحقيقة استنزف طاطي وجهدي على عمل 30 حلقة إلا إذا كان طبعا عمل استثنائي ويستحق أنه الواحد يقدم عليه بس أنا ميلال اليوم أنه الواحد فعلا يعمل له عشر حلقات ما الحلقات هيك يكونوا يعني يشتغلهم بمزاج ويعطيهم كل وقت وجهته بالنسبة للأعمال المعربة أو المستنسخة فينا نقول هل ممكن باس الخطيب بيتواجد بهيك نمط من الأعمال؟ ما كتير عندي رغبة يعني دائما ببحث عن أفكار تكون شوي جديدة أفكار غير مطروقة ما أبدا مو بزهني أنه استنسخ تجارب لآخرين الحالة الوحيدة أنه مثلا أحيانا بتلاقي في فيلم بالعالم حقق نجاح كبير ممكن الواحد يستوحي من فكرة هذا الفيلم ويرجع يعملها بإطار محلي هذا الشي مشروع وهذا الشي كتير في عالم ساوه وبالأدب مثلا نحن تذكري مثلا رواية أحدى بن تردام لفكتور هوغو أنا عملت أفلام وعملت مسلسلات ومع ذلك نحن رجعنا صويناها بالنسخة السورية فيلم كان اسمه جواد الليل ونعرض من أكثر من 15-20 سنة فأنا مع أن الواحد يستفيد من التجارب الأخرى ولكن على أن يقدم إضافة من خلالها لا يكون مجرد استنساخ حرفي لهذه التجارب يتهمك البعض بأنك متسلت بالإخراج يعني متى ما صار المصبع إيديك أنت مخرج متسلت هل هذا صحيح؟ يعني غير متسلت أنا مخرجة بحب شغلي وبخاف عليه وبحرص عليه فبالتالي بكون عن بعطي أدق التفاصيل للحق اللي بتستحقه وبالآخير هذا عمل بده يطلع وحامل اسمي فبالتالي أنا بكون كتير كتير حريص إنه حتى لو أدى الأمر أحيانا إلى خلافات والصدامات بس أنا بالآخير يمكن كون الشخص الأقدر على أنه شوف الصورة الكاملة لهذا المشروع فبالتالي المخرج عنده الحق أكيد لما بقول المخرج ديكتاتور فهو ديكتاتور اليوم كمخرج الجيل الجديد كيف بتشوفه لما بتختار أسماء من الجيل الجديد كيف بتختاره وكيف بتشوفه يعني اليوم بالدراما الأسماء الجديدة كيف بتقيمه أول شي أنا حريص على أنه تابع التجارب اللي بتتقدام بمعهد الفنون المسرحية لأنه بتعرفي أنه هو بالآخير اليوم بوعه الأساسي اللي عم بقدم لنا هي الطاقات وهذه المواهب الشابة فبحرص أنه تابع وشوف وفي كتير من الشباب والصبايا اللي تخرجوا شفتهم على المسرح وعطيتهم فرص من بعده لأنه حسيت أنه هذا الممثل أو هاي الممثلة فعلا في عنده طاقة في عنده حضور وممكن أنه بالدراما أو بالسينما يعمل شيء فهذا المعيار الأول طبعا المعيار الثاني لأي درجة بيكون هذا الممثل ملائم للدور أو غير ملائم المعيار الثالث لأي درجة يعني عنده التزام بالآخير هي مهنة بدأ التزام بدأ أحساس بالمسؤولية ما بقدر أفهم أنه فيه شباب جايين بدون يشتغلوا وبنفس الوقت عم يتعاطوا مع الموضوع بخفة وبعدم أحساس بالمسؤولية وبعدم التالي احترام لحالهم وللآخرين فبالنسبة لي معيار الإحساس بالمسؤولية معيار الالتزام هو كتير أساسي عم نشوف اليوم الشباب الجداد الصبايا على الأكتر صار عندهم نهوس عمليات التجميل أنتو كمخرجين هل صعب عليكم هذا الأمر اختيار الفنانين الشباب؟ يعني هي فعلا هي كارثة عم نعاني منها أنه بالآخير بتشوفي هذا شيء ما بقدر أفهمه يعني فيه وجه الله خلقه وعطاه كل المواصفات المطلوبة ما بقدر أفهم هي عمليات التجميل لأنه هي عاجلا أم آجلا ستؤدي إلى تشوه هذا الوجه وإلى أنه يفقد شيء من طبيعته الإنسانية العادية يعني أنت إبر البوتوكس مثلا هي إلى تأثير على كل عضلات الوجه فأنت بالتالي لما بتاخذي تحطي عشر إبر بوتوكس بوشيك خلاص ما حت تقدري حتى تبتسمي حتى تحركي هيكي تبرز مشاعر وشيك أو مشاعرك من خلال تعبير وشيك بنعمل نظرة على أهم النجمات بالعالم بتشوفي أنه لا بيحترموا عمرهم وبيعرفوا أنه بالآخير كل عمر فيه إله إله شرطه إله ظروفه إله أدواره أنا ضد تماما كل ما يحدث اليوم من عمليات متجميل تشويهية بالآخير إذا عرجنا على تجربة ابنك المخرج الشاب مجيد الخطيب قدم مؤخرا عشارية شرف وحققت نجاح يعني أثارت الجدل وحققت نجاح اليوم أنت كيف شفت هذه التجربة كيف عم تشوف خطوات مجيد وشو بتنصحه شو بنصحه نصحته وخلصت هذا خلصنا منه بس أنا سعيد أنه هو قدر هيك يعني بعد سنتين من تخرجه أنه يدخل ومعترك الحياة والشغل وعمل فيلم أصير وعمل أوشارية وهلأ في عنده مشروع جديد عم بيحضر له إن شاء الله أنا بهمني بالدرجة الأولى أنه هو ما يضيع وقت لأنه أنا دائماً بقول له أنه لا تفكر أنه العمر لسه قدامك ومعك وقت العمر بيمروء بيلمح البصر تماماً مثل ما صار معنا يعني أنا هلأ بطلع بحس أنه هدول الثلاثين سنة مرأوا هيك غمضة عيني يعني فالواحد يحاول ما يضيع وقت يكون كل يوم في عنده منجاز كل يوم في عنده شيء عم بيحققه وهي نصيحتي إله حتى للشباب اللي هون عننا بمعهد السينما بقلهم موضوع الوقت كونوا كتير كتير يعني حريصين عليه لأنه اللحظة اللي بتروح اليوم اللي بيضيع هذا ما بقى يرجع خلاص اشتركوا في القناة